تاريخ عمليات تبادل الأسرى بين الحركات الفلسطينية والإسرائيليين يعود إلى عام 1968 وبلغ عددها عشر صفقات حتى عام 2011 نجحت عمليات التبادل هذه في تحرير آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وشملت عددا من أصحاب الأحكام المؤبدة والأحكام العالية أول صفقة تبادل من هذا النوع جرت في عام 1968 حين شكل خطف طائرة إسرائيلية لأول مرة نقطة تحول في تاريخ نضال فلسطيني حين خطف يوسف الرضيع وليلى خالد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طائرة تابعة لشركة العال متجهة من روما إلى إسرائيل وفي أغسطس من عام 1969 اختطفت ليلى خالد وسالم العيساوي من الجبهة الشعبية كذلك طائرة ركاب أمريكية أثناء رحلتها من لوس أنجلس بالولايات المتحدة إلى تل أبيب وأرغم الخاطفان الطيار حينها على التوجه إلى فلسطين والتحليق فوق حيفا على علو منخفض ليتمكن العيساوي وليلى خالد من رؤية مدينتهما التي هجر منها قصرا ومن أبرز الصفقات كذلك حين احتجزت حركة فتح أمينة المفتي التي تم اكتشافها أثناء عملها لصالح المخابرات الإسرائيلية في يوم الثالث عشر من فبراير عام 1980 تمت عملية تبادل عبر الصليب الأحمر في قبرص وأطلق سراح أمينة المفتي مقابل الإفراج عن المعتقلين مهدي بسيسو وويليام نصار وفي عام 1982 شنت إسرائيل حربا على لبنان تحت شعار عملية سلامة الجليل فاشتاحت المدن والقرى والمخيمات واستطاع الفلسطينيون واللبنانيون إقاع خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي وأسرت حركة فتح في الرابع من سبتمبر 1982 ثمانية جنود إسرائيليين من قوات النحال الخاصة بمنطقة بحمدون في لبنان ولم تصفر سنوات من المفاوضات عبر أكثر من وسيط بين إسرائيل والجانب الفلسطيني في تحرير شاليت على الرغم من بدل إسرائيل جهودا كبيرة لذلك عبر قنوات مختلفة حتى مع شنها حربا على القطاع في نهاية عام 2008 ومطلع عام 2009 لكنها لم تفلح في الوصول إلى مكان الجندي الأسير حتى الإفراج عنه في عام 2011 مقابل إطلاق صراح 1027 أسيرا فلسطينيا ترجمة نانسي قنقر